تحت رعاية رئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم سعادة شيخ علي بن خليفة بن أحمد الخليفة نظم الاتحاد حفلا تكريميا للمنتخب الوطني الأول بمناسبة تأهل المنتخب إلى نهايات كأس آسيا 2023 وشهد الحفل حضور نائب رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم سمو الشيخ خليفة بن علي بن عيسى آل خليفة وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة الدكتور عبد الرحمن عسكر وأعضاء لجنة المنتخبات الوطنية وعدد من ممثلي وسائل الأعلام وبهذه المناسبة رفع الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى جلالة ملك البلاد المعظم وإلى سمو ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء وقال سعادته إن الإنجاز إنعكاس واضح لما تحظى به الرياضة البحرينية من دعم كبير من لدن عاهل البلاد المعظم منوها كذلك بدعم سمو ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء عبر البرامج الحكومية الرائدة الدعمة للقطاع الرياضي كما قدم رئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم خالص التهاني والتبريكات إلى ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مشيدا بدعم سموه للرياضة البحرينية وإلى النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة مثنيا على ما يقدمه سموه من دعم للاتحادات الرياضية وتمكينها من ارتقاء منصات التتويج وأثنى سعادة الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة على الدعم والتعاون القائم بين الاتحاد البحريني لكرة القدم وشركة طموح للإدارة الرياضية مشيدا أيضا بعمل أعضاء لجنة المنتخبات الوطنية وأكد سعادته أن الحفل التكريمي فرصة مثالية للإشادة بالعمل الذي قدمه أفراد المنتخب الوطني في التصفيات مقدما التهاني والتبركات للجهازين الفني والإداري ولاعبي المنتخب ومجددا التأكيد على دعم مجلس الإدارة للمنتخب الأول كأولوية قصوى القصد من هذا الحفل هو يكون فيه تكريم لائق حسب توجيهات سيد سمو الشيخ خالد بالنسبة للفريق الأول وأعتقد اليوم كانت بادرة جميلة وجامعة طيبة من جميع المعنيين من التعال الكرة ومن شركة طموح ومن رئيس التنفيذي لهيئة الرياضة الهدف منه كان تكريم الفريق بتحقيق هذا الانجاز تأهلهم لكأس آسيا عشرين ثلاثة وعشرين وتمنى إن شاء الله أن الخطوات القادمة ستكون إعداد الفريق بوضع خطة متكاملة لما هو قادم إن شاء الله بحيث أن يكون الفريق جاهز في خوض غمار منافسات هذه البطولة المهمة نبارك لسيدي سمو الشيخ ناصر وسيدي سمو الشيخ خالد على تأهيل منتخب البحرين لنهايات آسيا اللي بتكون إن شاء الله في كوريا الجنوبية هذه نقطة تحويل إن شاء الله نحن هاي سابع مرة نتأهل المرحلة القادمة بتكون أقوى لنا